احنا الولاد ما بيمسكوش حاجات في ايديهم يعني يمسكوش مجلات ما بيمسكوش كتب نحل القصة دي ازاي انا هقولكو حاجة هي الفكرة طريقة التربية في البيت احنا في البيت معانا الولاد ما بيتولدوا هم صغيرين شايفين الاب والام معاهم موبايل وفي تليفزيون وفي فيديو وفي بتاعة ده كمبيوتر لكن ما فيش كتاب فجأة بيظهر الكتاب في حياتنا نخش المدرسة يظهر الكتاب في حياتنا الفجأة دي هي المشكلة هات اي حاجة اي موقع في البيت يعني هنجيب بنت ما بتخشش المطبخ خالص وفجأة هتتجوز وتخش المطبخ هتعمل اكل كويس مش ممكن اي حاجة هتيجي فجأة مش هيبقى فيها نتيجة ايجابية فالفكرة ان البيوت عندنا ما فيهاش كتب البيوت اللي فيها كتب الولاد بيقى احنا جيل مكتبة القراءة والمبادرات القراءة للجميع بالزبت بالزبت ازاي مايبقاش في بيوتنا عندنا اغلبنا كتب لكن هل لسه بنقراها ده السؤال هي المشكلة مش كحكاية انك بتقريها بتمسكيها حتى يعني الاهالي مشغولين لدرجة انهم ما بيمسكوش كتاب قدام الولاد ما بيمسكوش جريدة ما بيمسكوش مجلة يعني مثلا انا باوة كان بيقرأ وانا واخوية طلعنا بنقرأ وولادنا طلعوا بيقرؤ ولادهم طلعوا بيقرؤ لسبب انه دايما مش عفهننا هو ده البيت ده اللي بيحصل في البيت مسكين كتب انت بتقرأ ايه طب ما فيهاش صور ليه طب تعال ناخد كتاب فيه صور ما هي حديث صغير الاهالي ابعد عني انا مش فاضي لا ما فيش حاجة اسمها مش فاضي بسني انا مش فاضي انا وانا جاية النهاردة الحفيدة عايز يجي معايا اعدت اتأخرت على ان انا انزل عشان اقنعه انه لازم يستنى لانه ما فيش تصريح وانه لا يعني اتأخرت عشان يبقى هو مقتنع ان فيه سيستم لازم يحصل عشان تيجي لازم يبقى فيه تصريح وانت ما عندكش بطاقة فما فيش هتنفع تدخل يعني عملنا حديث تفاصيل عشان يقتنع لازم يكون فاهمها ولازم يعرف يبقى فاهم يبقى فيه طريقة فيه طريقة نعملها لازم نعملها عشان نروح نخش التليفزيون